الله الرحمن الرحيم حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم الفيديو 23 من سلسلة شرح برنامج الميكروسوفت وورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضرتكم كل ما يتعلق بمربع النص من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب في البداية مربع النص عشان تدريجه بتدخل على قيمة انسيرت بعدين هتلاقي تكست بوكس تقدر بأنك تضغط عليه فهتلاقي مجموعة من الأشكال المقترحة للتكست بوكس أو انك تقدر انك ترسم مساحة للتكست بوكس فيبدأ انه يعمل لك مساحة للكتابة طيب دلوقتي المساحة ديت ايه الهدف منها الهدف منها بأنك تقدر تستخدم المساحة ديت بحيث بأنك تعيد ترتيب الى أشكال اللي انت عايزها بمساحة حرة ولكن الهدف الأكبر من المساحة حالية بأنك تبدأ انك تكتب على الاشكال على سبيل المسال انا هدخل هنا دلوقتي واعمل انسيرت شيب على سبيل المسال انا هاخد الشكل ده دلوقتي الشكل اللي انا قدمته ده طبعا احنا في فيديو الخاص بالاشكال اللي عرفنا بقى انا نقدر بقى انا آآ نكتب عليه ولكن آآ لو انا كتبت عليه مسلا على سبيل المسال هيبقى الشكل هيبقى عندي مسلا دلوقتي الشكل بالوضع ده طيب انا دلوقتي كان ممكن بقى انا اكتب الكلمة ديت عن طريق مربع النص ولكن آآ انا هستخدم مربع النص باني اشرح التميز بتاع آآ مربع النص اللي هو بيدهولك طبعا كنا نقدر في البداية بقى ان نكتب كلمة العربية على مربع النص ونعمل لحدود مربع النص مع الشكل اللي قدامنا ولكن احنا هنيجي هنا ونعمل مربع النص للكتابة على الاجزاء اللي هو مش معدل للكتابة على سبيل المسال عمرك ما تقدر تكتب على الحتة دي او الجزء ده او الجزء ده او الجزء ده طيب انا دلوقتي لو عايز اكتب عليكم هعمل ايه هنستخدم دلوقتي مربع النص في الكتابة عليهم انا هاجي دلوقتي وحرر مربع النص بتاعي وهكتب هنا الف وكبر الخط بتاعي للمقاس المناسب طيب انا دلوقتي لو تلاحظ هتلاقي بان الشكل دلوقتي بتاعي جيه وراء الشكل اللي موجود هنا طيب انا هعمل ايه فهم ربع النص هعمل له كليك يمين وهعمل له علشان يخله لك فوق او هعمل تقدر بانك تختار الشكل التاني وتعمل كليك يمين وسندته فيقدر انه يكون وراء طيب انا دلوقتي مربع النص موجود عندي بالشكل ده اقدر باني اجي واعمل كليك يمين وادخل على فرمات لمربع النص والغي الحدود بتاعته والغي اللون بتاعه طيب في حالة لو انت عايز الوان خاصة بيه او كزا تقدر بانك تدخل وتغير الالوان بتاعتها بنفس الطريقة اللي تعلمناها في الفيديو الخاص بشيب ولكن احنا هنا هدفنا التعريف بالهدف الرئيسي من مربع النص وهو بانك تستخدمه في الكتابة في اي مكان انت ما تقدرش بانك تكتب فيه على سبيل المسال انا هاجي هنا في الجزء ده وهكتب باق تلاحظ بان لك زائر غير مخصصة للكتابة احنا قدرنا بان انا نكتب عليها بمساعدة مربع النص انا هاجي مسلا هنا هكتب له تا هاجي هنا مثلا واكتب له ثاء لاحظ بانك دلوقتي الشكل اصبح اه انت ما كنتش تقدر تكتب على الشيب الا عن طريق المساحة اللي هي مخصصة للكتابة اللي هي المساحة الرئيسية في الشكل طيب المساحات السانوية في الشكل ما كانش بيسمح لك بانك تكتب عليها وبالتالي احنا قدرنا نتجاوز الحت تادي عن طريق الاستناد لمربع النص وباننا نستخدم مربع النص في الكتابة طيب المشكلة اللي تبقى موجودة عندك دلوقتي هي منافسة بمشكلة اللي احنا اطرحناها في الفيديو الخاص بالاشكال بانك في حالة لو انت حركت الشكل ده كل حاجة اه كانت موجودة في مكانها اه ما فيش حاجة من الرموز اللي احنا اضفناها في مربعات النص اتحرك معك طيب علشان اتجاوز الحت تادي هتعمل ايه بكل بساطة احنا هنقوم بتحديد كل رمز على سبيل المسال انا دلوقتي حددت تلات اشكال عن طريق اني ضغط على كنترول وظهر مؤشر بالشكل ده انا دلوقتي اه ممكن اغلط في تحديد الاشكال طب هعمل ايه هعمل كريك يمين وهعمل جروب بعد ما نعمل جروب للاشكال ديت هتبدأ الاشكال ديت هتحرك بمنظر واحد او بشكل واحد بكده نكون شرحنا لحضراتكم كل ما يتعلق بمربع النص اه بنتمنى لحضراتكم كل التوفيق وبنتمنى تشرفونا باشتراكم في القناة